اشتركوا في القناة اوه جميل جدا يبدو رائعا عليك اوه لقد تذكرت شيئا مهما هل اخبرتك عن السماني المطوق؟ نعم ها هو عليس طائرا رائعا؟ هذا هو ذو الطوق الاحمر عاش السماني المطوق في منطقة دونفالي شمال تورينتو في اواخر عام 1880 يسمى الان بالطيهوج لكنني سعدعوه بالسماني كما كان يدعى سابقا ريش السماني يماثل ريش الطاوس والريش رمز الجمال والكبرياء طوق الذكري اكبر من طوق الانثى ولونه اخضر غامق ولامع لكن يفقس للسماني بين الحين والاخر صوص صغير لو نريش طوقه احمر في بداية الصيف وفي احد الايام نزلت السماني الام اسفل التلة ومعها فراخها الاثنى عشر كان عمر الصيصاني يوما واحدا فقط لكنها قادرة على السير وراء امها كما تعلمون في الغابة اعداء كثيرون لذا بقيت الام يقظه اختبئوا بسرعة يا صغاري هيا هذا لا يزال يطوف اخيرا وجد مكانا يختبئ فيه لا تتحرك ابدا اتجهت الام نحو الثعلب مباشرة بدت للثعلب وجبة كبيرة القت الام نفسها للخطر حتى تبعد الثعلب عن صغارها اخيرا ادرك الثعلب بانها قد خدعت ولكن بعد فوات الاوان هيا خرجوا جميعا انا سعيدة لانكم بخير لأول مرة تشرب الصيصان الماء الا انها احسنت ذلك بان قلدت امها بدت وكأنها تنحني للماء هكذا ينمو الصغار بعد اسبوع رفرفت باجنحتها لا تفعل ذلك لا تستطيعوا اكل هذا تابعت الصيصان تعلم الاشياء من الام التي كانت ملمة بكل ما يفيد الصغار وما يضرهم وذلك بحكم تجاربها في الحياة حلقوا بسرعة هيا اسرعة استعمل كل قوتك هيا لم يرى احد نصوص الصغير بعد ذلك في احد الايام وجد الطيور السماني كومة رمل على تلة بعض الطيور كانت هنا يجب ان لا نستخدم هذا انتظروا امي امي المكان رائع جدا بعد اسبوعين تقريبا عانت هذه الطيور من صداع شديد اخترقت الطفيليات اجسادها كومة الرمل هي الجانية حيث ان بعض الطيور خلفت فيها بيوض الطفيليات السماني الام وجدت شجرة سرو يابانية تحمل ثمرة سامة فعلت الصغار فعلت الصغار فعل امها سببت لها الاسهال الذي قضى على اسباب المرض في داخل اجسادها لكن بعضها قد مات لانه افرط بتناول المادة المسهلة حينما كان جسمه ضعيفا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا صغار المكان خطير هنا هذا الصوس قد اختبأ في الحفرة هل تذكرونه انه الصوس القوي الصغير الذي يصغي الى كلام امه بانتباه سيدعى السماني الاحمر فيما بعد بحلول شهر ااب كبرت الصيصان لكن بقي منها ستة فقط لا اثنى عشر يأكل السماني اشياء مختلفة وله اعداء مختلفون في الفصول المختلفة كما انه يفعل اشياء طبقا للشعر وكأن عنده تقويما وبرنامجا خاصا فمثلا في تموز يأكل الفراولة ويغير ريشه في ااب وفي ايلول يجب ان ينتبه الى الصيادين التعامل مع ثالب سهلا جدا يا امي حسنا ينهاش هذا يكفي اديت عملا رائعا هذا هو الصياد كودي ويسكن قرب دون فالي انه يحس بالسعادة دائما حينما يصطاد شيئا مع انه لم يكن مسموحا بالصيد قبل منتصف ايلول لكن كودي يذهب للصيد متى يشاء ودون اذن وترخيص وحينما تبدأ الاوراق بالتساقط عن الاشجار يظهر عدو جديد للسماني انه البوم ايه يا صغار قررت الام الانتقال الى شجرة مليئة بالاوراق خلال الشتاء يجب ان تبقى وصغارها بعيدة عن عين البومة انت بخير يا امي انا كبير الان واستطيع النوم واحدي فقط الصغار التي اصغط الى كلام امها واطاعتها استطاعت العيش والنجاة في بيئة قاسية كهذه يجب على الطيور ان تتعلم كيف تحمي نفسها بنفسها بدأ ريش الطوق ينمو على الصغار ونمى لهذا ريش احمر رائع وحينما اكتمل البدر اصبح الصغار مستقلين عن ابائهم وحان الوقت بكي تفترق العائلة عن بعضها تابع السماني ذو الطوق الاحمر طيرانه نحو الجنون لم يستطع التحليق فوق بحيرة انتاريو لذا عاد الى دون فالي بقي السماني ذو الطوق الاحمر وحيدا لكنه لم يبالي وحيثما ذهب كان يقابل عصفور الصفصاف الذي يبشر بقدوم الربيع حينما يعود سرب الغربان الى هذه المنطقة في شهر اذار فتلك دلالة على قدوم الربيع انه الربيع لقد حل الربيع كان السماني تواقا لعرض نفسه لم يغمره هذا الاحساس من قبل وكان شعورا غريبا وفي احد الايام اصبحت انثى السماني زوجة للسماني المطوق فجأة وفي احد الايام اختفت زوجته اين ذهبت عودي اليه وبعد اربعة ايام رجعت زوجة السماني ومعها عشرة سيصان في العادة تربي الام السيصان لكن السماني المطوق عرض على زوجته وعلى الفور ان يساعدها في تربية الصغار خاطرت ببال السنجاب فكرة غريبة حينما رأى الصوص بعدها لم يفعل السنجاب شيئا للصوص جاء كودي الى الغابة ثانية دعي الامر لي يفهمني احمق هيا امسك به اختبئوا جميعا اسرع لن تخدعيني بسهولة الهونا الهونا الصيصان الأربعة الأخرى داستها قدما كودي هيا وعند اقتراب شهر عيلول كبر الصغار كودي كان سيفعل أي شيء لكي يسقط السماني ها هو لقد اخطأته ثانية يا له من معظوظ وجاء الشهر التشرين الثاني واستقل الصغار الثلاثة عن أبيهم لكن الثلاثة الباقين لم يتركوا أباهم ومع ازدياد كثافة الثلج بقي السماني المطوق في كومة الثلج هيا يا الثغار سنطير الآن المكان دافئ هنا يا أبي النجدة يا أبي بدأ الجليد يصبح صلبا جدا ومضى الوقت وليس من شيء يؤكل وأصيب السماني بالتعب الشديد وبعد ثلاثة أيام أنا هنا يا أبي كانت صغيرته الوحيدة التي خرجت من تحت الجليد وحينما استعد السماني قوته قرر أن ينضي الشتاء مع صغيرته لكن كودي استطاع العثور على مخبأ طعام السماني من هنا من هنا النجدة يا أبي النجدة يا أبي كانت طلقة مميتة لقد نجت من سجن الجليد لكنها ماتت بيد الإنسان ذو الطوك الأحمر إنه حذر جدا في هذه الأيام وبندقية لا تنجح أعرف مخبأ طعامه ويجب أن أضع فخا كهذا هذه المرة لن أخطئ كان السماني حذرا جدا كعادته لكن لحظة إهمال أضعفت حذره أظن أنه ساقر تشتت انتباه السماني أخيرا وقع في الفاخر كان ألما حادا دام ساعات وساعات وبعد يومين انتهت آلام السماني المطوق أمسكه فخ الصياد ونهشته مخالب البوم اختفى السماني ضد طوق الأحمر من دون فالي كيف يكون الإنسان قاسيا لهذه الدرجة تجاه الحيوانات المسكينة ألأنها لا تتكلم أي لغة هل هذا يعطي الإنسان الحق لكي يعذبها ويقصو عليها ترجمة نانسي قنقر